وإن كنا حفظنا على مستوى الستة لاف نقطة لكن إلى أي مدى اليوم الأسهم يعني خلص فقدت طاقتها الصعودية مع كل الضغوطات التي تتعرض لها سواء على المستوى المحلي أو على مستوى تراجع أسعار النفط والأسواق الخليجية بسم الله الرحمن الرحيم ما فيه شك طبعا السوق يمكن خد عزم مع الصعود الأخير اللي حصل فيه أسعار النفط وبالتبعية أثر في الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي وأعتقد أننا يمكن جلسة مبارح كنا بنتحرك بشكل مائل للهبوط نسبيا وجلسة أول الأسبوع حتى ما كانتش الارتفاعات قوية قوي المسألة أظنها في نطاق عرضي قرب مناطق القيعان يعني إحنا تقريبا قدنا مستوى جبناه كان مستوى 5500 نقطة وبعدين بدأ المؤشر يرتد لأعلى في تصحيح وصل لـ 6,130 تراجع منه مرة تانية وقعد تجربته وفشل في تجاوزه أتصور أن المنطقة اللي احنا فيها دي هيميل فيها المؤشر للحركة العرضية ما بين الصعود والهبوط وإن شاء الله مش هيكون فيه اختراق لمستوى 5500 لأسفل لأن كل المؤشرات على المدى الأسبوعي من الناحية الفنية طبعا بتنم على ضعف واضح جدا في عزم الهبوط حتى القاع الجديد اللي عملناه بعد الـ 6,300 وصلنا الـ 5,500 لم يتم تأكيده من المؤشرات العزم وده بيشير إلى القيعان الجديدة اللي بنجيبها دي بتأتي مع ضعف واضح في القوى الباعية صحيح السوق بينزل لكن القوى الباعية مش بنفس القدرة اللي كانت عليها لما عملنا أول قاع عند مستوى 6,800 نقطة من فترة طويلة فأنا أتصور يعني أننا ممكن نتحرك في هذه المستويات صعودا وهبوطا خاصة في GX30 لحد ما تعود قوى شرائية مناسبة لدفع المؤشر على تجاوز مستوى 6,130 نقطة اللي هو فشلنا في تجاوزه ومن ثم نواصل الارتداد التصحيحي على الأقل لإعادة تجربة 6,500 و 6,600 على الأقل تقدير طيب اليوم يبدو بأن الأصوات تتعالى فيما يخص القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة على السلاعة ورفع الجمرك عليها أستاذ إيهاب اليوم اتفاق التجار على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات ضد هذه القرارات وتقييد الاستيراد طالبوا بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي هل الأصوات ستلقى أي قبول برأيك؟ الحكومة اليوم تحاول تقيد هذا الاستيراد للمحافظة على سعر الجنيه ودون التراجعات التي شهدناها في 2015 ما فيش شك طبعا محقهم أمر طبيعي جدا القرارات لا تصبح في مصلحتهم وهو فيه نوع من الصراع ما بين اتحاد الصناعات وما بين شعبة المستوردين الاتنين فيه تضارب مصالح كبير جدا الاتحاد الصناعات شايف أن هذه قرارات إيجابية لدعم الصناعة المحلية والصناعة الوطنية وبالتبعية تراجع حدة المنافسة مع المنتج الخارجي أو المنتج الأجنبي بما يصب فيه صالح أما شعبة المستوردين شايف أن ده طبعا خراب بيوت بالنسبة له أن القرارات كلها مش بس حتى القرارات الأخيرة لا منذ ما أصدرت وزارة تجارة قرارات برفع التأمين النقدي على الاستيراد لمية في المية وختم بلد أو بنك بلد المنشأ وقبلهم كالنموذج أربعة والإجراءات الاحترازية فكلها أمور كلها بتصب في خانة تقليل الواردات والحقيقة أن حل عجز الميزان التجاري والحفاظ على الاحتياط النقدي مش لازم أبدا يكون بتضييق الخناق بهذا الشكل على فكرة الواردات لأننا عندنا الجزء الآخر من المعادلة اللي هو الصادرات الصادرات تعاني بسبب قيمة العملة وأمر منطقي جدا أن الطباطو الموجود برا في العالم الخارجي لازم سيبقى التأثير مضاعف عندي عملة قيمتها أغلى من قيمتها وبالتبعية بيقل الطلب أوتوماتيك على صادراتي بالإضافة إلى طباطو معدلات النمو في منطقة اليورو اللي هي المستورد الأكبر مننا فحل الأزمة دي أنا أعتقد أنها لها شقين إما التحرك في سعر الصرف وإما اللي بيتخذوا المركزي من الإجراءات وعلى فكرة هي ما هيش سلعة استفزازية ولا حاجة زي ما نزل المسمى بتاعها على شاكلة قرارات البنك المركزي اللي ظهرت بدعوة أنها دعم للقطاع الخاص ولكنها كانت في حقيقتها قتل للقطاع الخاص فبالتالي المسألة أكبر من كده بكتير دي أكتر من 500 سلعة جماعة مش مجرد أكل قطة وكلاب زيما البعض بيقول يعني موضوع كبير جدا فهناك متضررين كتير والمتضرر الأكبر في رأيي الشخصي هيكون المستهلك نفسه لأن السوق الحر إحدى اشتراطاته الأساسية هو وجود المنافسة علشان منع الاحتكار وبالتالي لما تختفي السلعة المستوردة هنا على طول هيحصل احتكار للمنتج المحلي بعيدا عن جودته من عدمه لكن هيحتكر وبالتبعية السعر بتاعه هيزيد على المستهلك سواء بقى المنتج المستورد أو المحلي طيب هل سيدبط هذا القرار برأيك يعني تراجعات سعر الجنيه ومكتل مقالة ميرلينش يعني اليوم الاعتماد على الاحتياط الأجنبي يا أستاذ إيهاب المركزي قادر على تعزيز هذا الاحتياط الأجنبي المساعدات اللي شفناها سواء من الصين أو حتى من يمكن دول الخليجية بالتأكيد صعب جدا المساعدات كلها لا تتجاوز 2-3 مليار بعيدا عن قيمة المشتقات النفطية اللي أعلنت عنها السعودية بقيمة 4 مليار لأن البنك المركزي كان خلال فترة الماضية وفر حوالي 8 مليار دولار للمستوردين فالمسألة ما زالت بعيدة كل البعد والحقيقة تأرير ميرلينش متناقض جدا لأنه يمكن في بداية يناير ظهر تأرير بيتوقع وصول الجنيه إلى 9 جنيه في نهاية عام 2016 فيعاد الأمر بهذا الشكل دلوقتي ويتقال أن لا هذا ممكن مصر تمضي قدما في الاستمرار على سعر الصرف ده يعني فيه نوع من التناقض بالنسبة لي لكن زي ما قلت في حياتك القرارات دي زي ما هي لها هدف أساسي للحفاظ على احتياطي لكنها هتؤدي لارتفاع الأسعار في السوق بنسب لا تقل عن 20 إلى 25% على جميع السلع سواء مستوردة أو إنتاج محلي وبالتالي يبقى هنا أياهم أولى التحرك في سعر الصرف الدولة خايفة أنه هو يرفع الأسعار ولكن ساعتها هيجزب استثمارات ولا أن أنا أقفل وعمل قرارات انغلاقية من هذا الشكل وهذا النوع تؤدي إلى تباطؤ في النشاط التجاري والتراجع في معدلات النمو بسبب أن أنا عايز أحافظ على احتياطي مين أولى؟ هو ده المسألة ببساطة وهو ده التساؤل اللي بيطرح نفسه الحقيقة أنا في رأيي أن التحرك في سعر الصرف طبعا هو الأفضل وهو الأولى بدل ما كانت كده كده الأسعار هترتفع رأيك ببورصة السلع يا أستاذ إيهاب وتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي هذه البورصة ستستطيع جذب استثمارات أجنبية أولية بحدود 300 مليون جنيه وتوفير فرص عمل كبيرة هل أنت مع إنشاء هذه البورصة وهل هي قادرة على ضبط الأسعار اليوم بالنسبة للسلع بالتأكيد البورصة هدفها الرئيسي الهدف من وجودها هو تسعير السلعة وبالتالي بالتأكيد ستكون مفيدة وإيجابية جدا لكن هنا خلينا نتسائل هتجيب استثمارات في ظل قيمة الجنيه الحالية ما هي المسألة أصلها يعني ودنك منين يا جوحة زي ما بيقول المسأل فهي الفكرة كلها متوقفة أي استثمار مش بس في البورصات أو البورصة السلعية أي استثمار واقف بره على الباب مش قادر يدخل بسبب أن فيه سعرين للدولار فيه سعر في البنك المركزي بسبعة تمانين محدش يعرفه غير الحكومة والدولة وفيه سعر بتمانية سبعين اللي هو متعارف عليه في السوق كله فأني مستثمر هيجي دخل استثمارات في الدولة يغير بيها وهو داخل بسبعة تمانين وبعد ما يحقق أرباحه ويكسب ويجي حول فلوسه البرة يغيرها بتمانية سبعين إيبا كل اللي عملوا على مدار العام خسروا في فارق سعر العملة فبالتالي أنا في رأي التفسير المنطقي الوحيد لما يحدث من قرارات خلال الفترة الماضية هو سبب واحد أن يكون الغرض منه عند تحريك سعر العملة ما يبقاش فيه انفلات قوي في الأسعار فيما عدا هذا يبقى كل القرارات دي ما لهاش أي تفسير اقتصادي رأس مالي في أي موقع كان شكرا جزيلا لك سيد إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة